تقدم متواصل للقوات الحكومية في محيط الحديدة أربعة أيام من المعارك التي تقوضها هذه القوات وسط تراجع ملحوظ للميليشيا تحت وقع القوة النارية للجيش وطيران التحالف إنجازات الساعة الأخيرة لهذه المعارك التي وصفت بالعنيفة شملت السيطرة النارية على منطقة الكيلو 16 واستعادت منطقة قوس النصر وصولا إلى منطقة الكيلو 10 بالإضافة إلى السيطرة على منطقة الكيلو 7 المعروف باسم دوار المطاحن وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحة في صفوف الميليشيا بينهم قيادات القوات الحكومية تمكنت حتى اللحظة من قطع خط إمداد الميليشيا الذي يصل من جهة صنع باجل في وقت تتواصل فيه المعارك وسط تقدم ثابت لهذه القوات باتجاه الكيلو 16 وباتجاه مركز مدينة الحديدة مقاتلات التحالف شاركت بفاعلية في إسناد القوات الحكومية عبر شنها غارات استهدفت مواقع وتحصينات وتعزيزات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة من مسرح العمليات وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات قائد العملية العسكرية في الساحل الغرب المعين من قبل الرئيس هادي أبو زرع المحرم أكد في برقية تهنئة للرئيس أن قواته تواصل استكمال عملية التحرير التي قال إنها تأتي وفق الخطة المرسومة من قبل القيادة السياسية الرامية إلى إنقاذ سكان مدينة الحديدة وتقدم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم وكسر الحصار المفروض عليهم إلى ذلك تقوم الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بتطهير المناطق التي تم استعادتها من الألغام والعبوة الناسفة المزروعة وسط أنباء عن انتزاع كميات كبيرة منها والتي زرعتها ميليشيا الحوثي بشكل عشوائي في القورة المجاورة للكيلو 16 شرق مدينة الحديدة وفي حدود مدرية الدراهمي وذلك في إطار مهمة فاشلة لإعاقة تقدم القوات الحكومية المعركة تركت أثرها المباشر على الوضع الإنساني والاقتصادي في مدينة الحديدة خصوصا بعد أن تعرضت مصانع رئيسية في المدينة للقصف ما أدى إلى إغلاق المدينة الصناعية الممتدة من الكيلو 4 وحتى الكيلو 18 في وقت تشهد فيه المدينة ارتفاعا حدا في أسعار السلع الأساسية وفي المقدمة منها الوقود والأغذية والثلج بمقابل التدني الحاد في الإمكانية المادية للمواطنين